حديقة ودي الصمار المشيدة في مكان المفرغة العمومية السابقة للعاصمة سيتم استلامها قريبا بعد التأخر الذي شهدته بسبب مشاكل إدارية وتقنية هذا الفضاء يدخل ضمن استراتيجية الدولة لتدسيد مفهوم الانتقال التقاوي كان هناك مشاكل إدارية ومشاكل تقنية رأنا نعالج فيهم والدليل على ذلك هو وجودنا اليوم في أرض الواقع وإن شاء الله كنكملوا من هذه المشاكل في أسرع وقت ممكن سوف يتم التحويلها إلى الهيئة الوصية أولاكم شفتم معنا مركز معالجة العسارة ويعني نقول لكم أنه ليس المركز الوحيد على المستوى الوطني عندنا 33 زائد واحد يعني 33 محطات معالجة العسارات وهذا هو الانتقال التقاوي حديقة ودي أصمر لن تكون مجرد مكانا للتنزه فقط بل منطقة تقنية لتسيير نواتج النفايات المتمثلة في الغاز الحيوي وعصارة النفايات هذه النواتج يتم التحكم فيها عبر 127 بئر موزع على مساحة 40 اكتار يتم تحويلها إلى المنطقة التقنية المتواجدة بالمفرغة بحد ذاتها حيث يتم تحويل الغاز الحيوي بعد تحليله إلى طاقة كهربائية نقوم باستعمالها في نفس مكان المفرغة والذي يغطي احتياج المفرغة أما بالنسبة للعصارة النفايات فيتم معالجته بتقنية تناضح العكسي أوسموزانفيرس هذه التقنية تخلينا نقدر نسترجع حتى 80% من هذه العصارة وتحويلها إلى مياه نستعملها في عدة مجالات هنا في مفرغة عوادس هي إذن إحدى المشاريع الحيوية التي تم تشييدها لتكون صديقة للبيئة بفضل نظامها التقنية المتطور على أمل تعميم هذه التجربة في مناطق أخرى